استنفر 13 نائباً من مختلف كتل المعارضة ودقوا نقوس الخطر حول ما ينتظر لبنان من الحرب المتصعدة في الجنوب فمع ارتفاع منسوب التهديدات بحرب شاملة على لبنان سارع نواق والمعارضة إلى عقد مؤتمر صحفي وطرحوا رؤيتهم عبر خارطة طريق تسحب فتير التصعيد وتجنب لبنان حرباً مدمرة وتم التأكيد على عدد من النقاط جينا نقول أنه أولاً لعدم ربط المسارات المسار الحربي في فلسطين مع لبنان مع بعضهم اثنين لتطبيق كافة القرارات الدولية وخاصة القرار 17-01 وثلاثة عم ندعي الحكومة أن تأخذ مسؤوليتها وأن تحط حد للتفلط يلي عم بيصير بجنوب وتسليم الجيش جميع الحدود اللبنانية شمالاً وجنوباً لحتى نقدر نطلع منها المشكلة اللي واقعين فيها في وقت تكثر فيه اجتماعات وبيانات وتعليقات قوى المعارضة على الحرب الدائرة في جنوب لبنان نرى أن كل ذلك لا يحرك لدى حزب الله ساكناً ولا يغير شيئاً من واقع الأمور نحنا مش بس عم نعمل بيانات نحنا عملياً هيدا المعارضة اللي تكونت واللي أسبوع وراء أسبوع عم بتوحد موقفة على الأمور الأساسية هذه المعارضة منعت حزب الله من فرد هيمنته على رئيس الجمهورية هذه المعارضة حافظت على الجيش اللبناني بالتمديد ونحن مكملين إلى جانب الشعب اللبناني نعم نحن معترفين أنه قرار البلد والمؤسسات الدستورية وقرار اللبنانيين مخطوف من ميليشيا مسلحة إنما نحن مكملين نحن المعركة أكيد صعبة إنما نحن مكملين بجزم بأنه نحن نحرر هذا القرار نرجع ونرجع كل اللبنانيين بكناف الدولة وتحت سقف الدستور انقسام اللبناني واضح حول جدوى الحرب مع إسرائيل اليوم وتجلى في المؤتمر الصحفي مع نواب المعارضة فيما الفريق الآخر يخد حرباً يعتبرها وجودية ومن هذا المنطلق أليس الأجدب اللبنانيين جميعاً أن يتوحدوا في وجه إسرائيل؟ أكيد الشعب اللبناني كله بيتوحد مع بعضه وقت اللي بيكون فيه عدوان على الدولة اللبنانية بس نحن كلنا بنعرف قرار الحرب والسلم ما صدر من حكومة لبنان وبالتالي بـ 8 أكتوبر شفنا نحن شو صار فلما يرجع القرار الحرب والسلم للحكومة ساعتها أكيد كل العالم تتوحد مع بعضها بس اليوم هيدا الخطر اللي عم بفوتنا فيه حزب الله مساندة لغزة أول شي أنا ماني شايف كيف ساندنا غزة مثل ما قلتلي واثنين لبنان هيدا حرب ما قلو فيها وهيدا حرب المساندة عم تفوت لبنان بأتون نار ما حدا بيعرف شو نتاجه بالنهاية الواضح أن المعارضة ترفض مبدأ وحدة الساحات وربط مصير لبنان بغزة ولكن السؤال الأهم اليوم ماذا عن الخرقات الإسرائيلية المستمرة رغم القرار 1701 وماذا عن الأراضي اللبنانية التي لازلت محتلة من إسرائيل رؤات الإسرائيلية هي على الدولة اللبنانية وقت الطيارة الإسرائيلية بتخرق الأجواء اللبنانية تصلى عندي على الكورة هي ما بتخرق بس الجنوب أو بتخرق بيروت فإذا هي تنتهك السيادي اللبنانية وبالتالي الدولة اللبنانية هي من يجب أن تتحرك وهي تتحرك وهي عم تسجل كل هذه الاختراقات التي نحن ضدها ويوم من الأيام كل هذه الحقوق سترجع لنا وهذا كان مثل على ذلك الترسيم الحدود البحرية كمان كانت مياهنا محتلة وصار في ترسيم بالديبلوماسية وبالتالي أراضينا منسترجعها بالديبلوماسية وبالمفاوضات ونكون عنصر قوة تحت سيادة الدولة واحدة ولكن هل تعترف المعارضة بقوة الرادع لدى حزب الله؟ والله ما شايف حدا رادع حدا أنا شايف جنوب لبنان الدمر وشايف لبنان رح يدخل بشكل أوسع بدمار أشمل إذا ضلينا هيك اسألي المواطنين شو بهمني أنا بشمال إسرائيل شو عم بيصير إذا أنا بلدي تدمر شو بهمني شو عم بيصير هونيك إذا مواطنين ماتوا وما بق فيهم يروحوا عبيوتهم وأرزاقهم احترقات واقتصاد نهار وما بق فيه مواطن قادر يهاجر إلا ما هاجر هذا بدنا نطلع فيه اليوم نحنا ما فيه شي اسمه ردع من ماذا يعني فيه مجتمع دول يردع فيه بوارج واقفة على البحر اليوم ممكنة أن تردع فيه دول كبرى تردع وتوقف الحروب وتتدخل في الحروب لردعها وإيقافها الكبرى وقفة إلى جانب إسرائيل مانا وقفة إلى جانب لبنان نحن علينا أن يكون لدينا العلاقات الكافية والوضع الكافي للبنان لأن يستجر العالم كله لا يوقف مع لبنان دائما وليس أن نقوم نحن باستجرار الحروب إلى لبنان وخاصة حروب الآخرين وخدمة أجندات خارجية خاصة أجندة إيران على شرق البحر المتوسط هذه مشغلة لبنان يعملها المواطن لبنان إشارته يحمي لبنان بس وفي الختام رد من عدو تكتل التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على بيان نواب المعارضة موضوع الحرب على لبنان ليس بيد اللبنانيين موضوع الحرب أو السلم أو عدم إطلاق أو دفع الأمور إلى الحرب الأوسع هو مسؤولية العدو الإسرائيلي وهو بيده الحرب والسلم منذ عام 48 حتى اليوم فلنفتح طبعا كل السجلات التاريخية للعدوانية الإسرائيلية منذ 48 من اللحظة الأولى التي تعرض فيها لبنان للكثير من المجازر والانتهاكات وانتهاكه لسيادة لبنانية ودخوله إلى الأراضي اللبنانية حتى اليوم يؤكد أن من يعتدي هو العدو الإسرائيلي فأي خروج عن هذه القاعدة إنما هو يسيء إلى لبنان ولا يخدم لبنان وقد يرى العدو بشكل أو بآخر زريعة أو رسالة يستخدمها ويستثمرها في حربه على لبنان واللبنانيين وهذا ما يجب الانتباه إليه وعلى الجميع أن ينتبه لمفرداته ولسياساته لأن مصلحة البلد يجب أن تكون فوق المصالح الفردية والسياسية وأي ارتباط خارج المصلحة الوطنية الجامعة إنما يضر بلبنان واللبنانيين ترجمة نانسي قنقر